شيخنا فيه الأخ العقور بغازي يقول حكم الاشتراك في الأضحية يريك توضح له يعني طبعا هو أعطاهك وخلاص السؤال فلكن الاشتراك في الأضحية ما يقصد به لا أدري ما يقصد به هل الثمن أو الأضحية تسمي عليها يعني تفضل شيخنا تفصيل في هذا هذه المثلة معروفة يعني ودائما يكتر السؤال عنها الاشتراك في أضحية الضعن لا يجوز باتفاق العلماء لكن يعني اختلفوا في البقر والإبل اشتراك في الثمن شيخنا خصدك في الثمن يعني تقصد نعم نعم الاشتراك في الثمن أتكلم عن اشتراك في الثمن سأبين هذا يعني لكن الاشتراك في الأجر هذا جائز وكما يحصل الآن عندنا وهذا هو قول علمائنا من المالكية أنه لا يجوز الاشتراك في الثمن وإنما الاشتراك يكون في الأجر بشروط أن يكون الناس ساكنين في مكان واحد وأن يكون بينهم يعني قربة يعني في قرابة بينهم ويسكنون في بيت واحد ولهذا يجزئ رب العائلة الأب مثلا يعني أن يضحي عن أهل بيته بضحية واحدة لكن هو يدفع الثمن أو أحد أعضاء الأسرة يتبرع بالثمن ويشرك بقية أعضاء الأسرة أو القرابة الساكنين في بيت واحد يشركهم في الأجر لكن أن يجمعوا ثمن الأضحية من المجموعة هذا لا يجوز عند علمائنا والله تعالى أعلم